بس لو فكرة ان دي مسبق الراعي من حقه يختار فرقة جملة دي حتقودني لتفكير تاني انت عملت دلوقتي الراعي العقاري لنادي زمالك هو الراعي للكرة المصرية طيب ايه ده فلوس ومعرفناش الحقوق اللي خدها ومن اول يوم قولنا قولنا ايه الحقوق اللي خدها والفلوس هي حتتوزع ازاي هو انت مش قد تفاجأ ان محطوط النخبة دي كشرط من شروط الراعي عشان يقدر يخدم على رعايته هو طبعا عايز مصلحته ومش غلطاه هو عايز يعظم اه تواجده في الكرة المصرية وفي النادي بتاعه هيعمل ايه حديني فلوس مقابل ايه ازا كان هذا الشرط محطوط في العقد لا ده احنا نبقى وصلنا المرحلة من عدم الشفافية والغطرشة جامدة جدا جدا لان دي بقى بفعل فاعل امانا المسؤول عن الكرة المصرية والمسؤول عن الرياضة المصرية نبقى عارفين كده وما نقولش بالرأي العام الكروي او حتى ناجل التنفيذ نقولهم عندكم سانة موهلة تعرفون من السانة اللي بعدية السفر حيبقى اربع مطشات اجا طبقوا في الاسوأ موسم مزدحم ويجي النادي الاهلي بالذات يدفع الفاتورة دي زيادة لا الموضوع جد جدا يا جماعة ولازم من فضلكم مش نقصين مشاكل كفاية وتقولوا الاحتقان اكبر حاجة في الاحتقان ان ناس تحس ان فيه حاجة غمضة عمالها بتقود الكرة المصرية شوفوا الامور دي كلها لازم تتفك عن بعضها اذا كان الامر يخص اتحاد الكرة يتفضل نعرف من الاساس جمال علام ايه السبب في ده ايه السبب في هذا الانتهاك الواضح للوايا اذا قرر الاتحاد التنازل عن بطولته للربطة هو حر فيها لكن يقول لنا انها ابا احمد دياب ادى وافع الانتهاك اللايحة ازاي اللايحة موجودة يتم التحايل عليها بهذا الشكل سمعت كمان حاجة طب ليه عايزين تعملوا كده قالك الاتحاد ما فيهوش فلوس ما عندناش دولارات للمدربين الاجانب اللي موجودين لا فيتوريا ولا ميكالو ولا بيريرا فما عندناش فلوس نعمل ايه واحد بينقشني من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد البرزين قلت له تعبل ايه يعني ايه انتو عندوكو فلوس مش عارفين تجيبوها انتو عندوكو فلوس مش قادرين تحصلوها انتو عندوكو فلوس ومستحقات متقعسين عم تحصلها ما هو ما تقوليش ان انت بعت للاندية تقول لهم كل نادى هيدفع لي مليون سبعمية وخمسين الف جنيه قبل ما يسجل القيد بتاعه النص في القيد الاول والنص في القيد التاني دي فلوس التحكيم يعني تلاتين مليون ونص او واحد وثلاتين مليون ونص طب انت جمعتهم السنة اللي فاتت ومدتش الحكام فلوسهم جمعت من الاندية فلوسهم الحكام عشان كده عايزين نطور الحكام ما بتدهمش فلوسهم اللي انتو واخدينها يعني انت اوكي جمعت من الاندية الفلوس دي لمخصصات التحكيم ومدتها لهمش ولسه عايز تحصل الجديد وانت مدت لهمش القديم الحكام لهم حاجة وثلاتين مليون جنيه عند الاتحاد اللي الفلوس واخدها الاتحاد اصلا من الاندية فقول طوله انتو عندوك فلوس بس انتو متقاعسين عن تحصلها يعني ايه ليك عند نادي ستين مليون جنيه مديونيات يعني ايه اهل زمالك اسماعيل اي نادي ازاي ليك عنده ستين مليون جنيه او سبعين مليون جنيه وانت متقاعس عن تحصلها انت بتستقبل التليفون فبتمشي خلاص مشي مش هتدار بالشكل ده أبدا أكيد لا ما تخترع ليش حاجة عشان تجيب فلوس جديد انت قلت جملة دلوقتي زي بس يا سيد زفرين بيقولك بيقولك ما عندناش دولارات ندفع قالك كده ولا دي ترجمتك مفيش دولارات تحديدا كمان كلمة دولارات دي يا أخي طيب عشان كده راح يلعبها في الإمارات أصبر علي بقى يبقى فيه رعا جديد خالص ده فيه رعا تاني ممكن يفاجئنا ان فيه رعا جديد هيكون للبطولة دي لا هو هو هي والرعي بتاع الاتحاد بيسوقها خارجيا هيبعها للقناة عربية وهيجيب إعلانات عربية أستاذ بريم الرعي ده مصري مش هيدفعلك بالدولار هو هيجيب من الناس بقى الرعي اللي بيسوق الرعي اللي بيسوق ولا الاتحاد للرعي وهي بطولت هو اللي بيسوقها دي وزي يا جماعة دي فرعية بس هي الكلام كله إذا كان عندكم أصول ما بتدرش بشكل كويس وديون ما بتتحصلش إزاي أنت عايز تفاجئ الناس ببطولة أنت اللي بتغير لايحتها والكلام ده صدقوني مش فكرة إن الزمالك ما أنتو شايفين ميزان القوة الفنية بين الأهل والزمالك عمل إزاي يعني يعني الأهل مش هيعترض على الزمالك فنياً لكن هيعترض وليه كل الحق على إن فيه لايحة ما بتتطبقش ما تفاجئنيش لا حتى لو أنت فيه لايحة موجودة تطبق على الجميع سوا سيح قررت تتجامل يبقى إلغي اللايحة وكل واحد من دراعه لكن تبقى موجودة ولا تنفذ ويتم التحايل عليها بقى اتقال لك إيه من ضمن التخرجات قال لك خلاص نلعب بطش الصوبر زي ما هو بين بطل الدور وبطل الكاس على قديمه ونعمل النخبة بعدها هيا نقطة يبقى فيه مسابقة تانية للربطة خلاص يبقى البطولة التانية اختيارية البطولة وإن لس مش أنت لايحتك لايحتك اللي أنت عرضتها إن الاتحاد لايحت النظام الأساسي حتى في اتحاد المصري الاتحاد بينظم بطولة كاس مصر لكرة القدم وكاس السوبر لكرة القدم بين بطلاء الدورة والكاس لايحت النظام الأساسي بتاعتك في برنامجك ما عندكش حاجة اسمها النخبة عندك سوبر عايز تضيف عليها نخبة دي حاجة تانية خد بالك حاجة لايحت النظام الأساسي بتفرض عليك إضافة بطولة جديدة أو تغيير نظام بطولة لازم أن يكون بموافط الجامعة العمومية مش افتكاسة من حد إضافة بطولة جديدة ملزمة لأطراف الاتحاد أو أعضائه بموافط الجامعة العمومية وتغيير نظام مسابقة بموافط الجامعة العمومية السوبر بينه بطلاء الدورة والكاس هتنظمها زي ما هي وتقول لي هي دي اللي الزمالك معاقب فيها لكن النخبة دي حاجة جديدة خلاص فليكن لا لا يشارك في البطولة الإلزامية اللي منصوص عليها في اللايحة وهو حر بقى في البطولة التانية يشارك أو ما يشاركش فيه احتمال تاني كمان مش محطوط في الحزبان انت بتتكلم دلوقتي فيه بطولة كاس ما زالت مستمرة لأن العقوبة لو امتدت موسمين بطولة الكاس مستمرة الزمالك موجود فيها قضية فوز بيها ففيه حيطلع لك ولك دي مسابقة جديدة بقى وفهم قصدي ايه لكن احنا نتحدث عن اللايحة هو انت حتطبق ايه اطلع قول للناس انا حتطبق كذا والناس سنقشك بقى هو انسحاب ولا اعتذار ولا وحتى لو اعتذار فيه عقوب على الاقل سنة ودي مش اعتذار طبعا لأن انت بيعت التذاكر الناس اشتر التذاكر زمالك واخد بالك فده انسحاب اه اعتبرت انسحاب هي سنتين ومليون اعتبرت اعتذار سنة ونص مليون ونص مليون هتعمل بطولة جديدة خد رأي الجمعية العمومية خد رأي الاندية المشاركة اعلننا ادينا بقى نظامها ايه وحوافزها ايه طب واللي اعتذر عنها يحصلوا ايه لازم يبقى الدنيا ماشية كده على اعتبارات كل الاندية واولهم الاهل يلتزم بيها بالمناسبة اتحاد الكرة السنة اللي فاتت احتفل بمرور مئة سنة على نشأته وده شر البلية ما يضحك لما يبقى عندك كيام فات مئة سنة على وجوده وعلى لوائحه وعلى انضباطه وعلى تاريخه وعلى قيمته في المنطقة والقرة كلها وبيدارب هذه العشوائية لا كده المسألة رايحة انا عاديك بقى في المئة سنة دول يا صدر إبراهيم شوف اداء الاتحاد من ناحية التنظيمية خلال اول ستين سنة واداءه خلال اخر اربعين سنة هتجد الكيرفي بينزل عالمستوى الاداري اي عالمستوى التنظيمي عالمستوى انك بتطبق لوائحك هتجد الكيرفي ببتدى هيعمل كده